شنت قوات النظام السوري هجوما على مناطق تسيطر عليها فصائل معارضة في ريف حما شمالي أسرعا مقتل 22 شخصا في حصيلة تعبد الأكبر في المنطقة المنزوعة السلاح وقالت مصادر إن الهجوم استهدف موقعا تابعا لفصيل جيش العزة في منطقة اللطامنة ثلاث اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وعناصر جيش العزة هل يصبح اتفاق المنطقة منزوعة السلاح المبرم بين النظام السوري وكتائب المعارضة في محافظة إدلب ومحيطها في مهب الريح فقد شنت قوات النظام السوري هجوما على موقع لفصيل جيش العزة بالقرب من منطقة اللطامنة في ريف حما الشمالي المحاذي لمحافظة إدلب لتندلع إثره اشتباكات عنيفة استمرت طوال الليل ما أجبر النظام على سحب قواته مباشرة الحصيلة الأولية للهجوم هي 22 قتيلا والعديد من الجرحة في صفوف جيش العزة فيما لا توجد أي تفاصيل عن الخسائر البشرية في صفوف جيش النظام يذكر أن جيش العزة هو أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة التي رفضت تطبيق مخرجات اتفاق سوتي في بداية الأمر إلا أن الفصيل وافق على تطبيق الاتفاق لاحقا بعد أن تعرضت مواقعه لغارات عدة من الطائرات الروسية اتفاق سوتي أو المنطقة من زوعة السلاح تم برعاية تركية روسية ودخل حيز التنفيذ في شهر أيلول سبتمبر من العام الجاري ويشمل اتفاق ترحيل السلاح الثقيل من المنطقة على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة في ريف إدلب الجنوبي ومناطق في ريف حلب الغربي وريف حماس الشمالي وريف اللاذقي الشمالي الشرقي بعمقين يتراوح بين 15 و20 كيلو مترا هجوم النظام إن تكرر ينذر بهجمات أوسع تهدد المنطقة التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نازح جلهم من الأطفال والنساء ينضم إلينا من إسطنبول حسين عبد العزيز الكاتب الصحفي سيد عبد العزيز هذه المعركة توصف بأنها الأعنف والحصلة هي الأعلى على الأقل منذ أشهر منذ أن باتت هذه المنطقة تعرف بك منطقة خط التصعيد أو منطقة منزوعة السلاح ولكن هل تعتقد أن هذا بالضرورة هو مؤشر على أن النظام حسم أو يريد حسم موضوع جيش العزة تحديدا مساء الخير أعتقد أن النظام لديه هدف أوسع من موضوع جيش العزة النظام لديه بالأساس هدفان هدف الأول متمثل في إسقاط اتفاق سوشي هو فعليا لا يستطيع ذلك بسبب الموقف الروسي المتصلب الذي عقد الاتفاق مع أنقرة ومثل هذا الاتفاق لم يحدث لينتهي بعد شهر أو شهرين هذا الاتفاق تم التفاهم عليه لكي يستمر النظام لديه مشكلة كبيرة في هذا الاتفاق وهو يحاول بأي شكل من الأشكال يعني إقصائه لكنه لا يستطيع ولذلك هو يلجأ إلى الهدف الثاني ممكن التحقق وهذا الهدف يتمثل في السيطرة على المناطق الجنوبية من إدلب وريف حماء الشمالي وريف اللاذقية الشمالي هذه المناطق تشكل عمق استراتيجي له وهو يعتقد أنه في حال لو مارس ضغوطا عسكرية على الفصائل المعارضة وعلى روسيا قد يستطيع إجراء لماذا يريد النظام إسقاط التفاق فوتش تحديدا في هذه المنطقة سيد عبد العزيز سيدتي لسبب استراتيجي كبير أولا عندما يسيطر على منطقة إدلب ستنتقل فصائل المعارضة والمنظمات الإرهابية وعلى رأسها هي التحرير الشام إلى مناطق السيطرة التركية أي إلى منطقتين عفرين ودرع الفرات هذا يعني أولا نقل ملف الإرهاب من المعارضة ووضعه في حضن الأتراك ووضع تركيا في مواجهة المجتمع الدولي فيما يتعلق بمصير التنظيمات الإرهابية ثانيا أن هذه المناطق منطقة عفرين ومنطقة درع الفرات بحسب التفاهم مع روسيا لا يمكن لأي فصيل منها أن يخوم بعمليات عسكرية ضد النظام فقط هذه المناطق لمحاربة التنظيمات الإرهابية هذا تفاهم روسي تركي ولا تستطيع تركيا تجاوزه ولذلك إذا منطقلت الفصائل المعارضة نحن نتحدث عن عشرات الألاف إلى منطقتين درع الفرات هذا يعني عمليا أن الصناع مع النظام قد انتهى وبالتالي النظام حقق نجاحا عسكريا كبيرا النقطة الثالثة والأهمية أن النظام لأول مرة سيستطيع الوصول إلى الحدود التركية بشكل مباشر إدلب هي البوابة الوحيدة التي تسمح له بذلك أنت تعلمين في مناطق الرقة والحاسكة بسبب سيطرة قصر بدعم أمريكي لا يستطيع النظام الوصول إلى الحدود التركية المكان الوحيد هو الآن المتاح له هو إدلب ولذلك يضغط في هذا الاتجاه قبل أن نتحدث عن إدلب تحديدا في إطار هذا المشهد الذي رسمته لماذا يبدو الموقف التركي مما يجري الآن في حما هو موقف موارب يعني تغض النظر كما يبدو أولا لأن ريف حما الشمالي لا يخضع للمصالح التركية القومية العليا تركيا تهتم في المناطق الحدودية ولذلك هي في تقديري قد تقبل بمرحلة لاحقة الاستغناء عن مناطق الجنوبية من ريف إدلي وريف حما الشمالي وريف اللاذقي الشمالي ما يهم تركيا هو القسم الشمالي من محافظة ريف الدور المتعلق بالحدود والمنطقة الشرقية المطلة على عفرين ومن ثم تحقق مجال جغرافي أو منطقة جغرافية متواصلة هذا ما يهم تركيا بالمقام الأول ولذلك هي تدافع عن هذه المناطق وهذا أمر محسوم لذلك النظام يعلم أنه لا يستطيع اطلاقا اقتراب من الشمال محافظة إدليب هو الآن يلعب على المستوى الجنوبي من أجل تعديل اتفاق سوتي الاتفاق ينتهي في 15 ديسمبر ومن الآن يمارس ضغوط كبيرة هو استغل موضوع هيئة تحرير بالمناسبة هيئة تحرير الشام لديها مصالح أخرى هي صحيح لا تريد إسقاط اتفاق سوتي ليس محبة فيه أو رقبة فيه لكنها تعلم أن مثل هذه المحاولة ستدفع ثمنها ثمنا كبيرا من قبل تركيا إذن سيد عبد العزيز أي فصل تحاول تدمير الاتفاق هل تعتقد أمام هذا تشابك الأهمية الاستراتيجية للمعركة الآن التي تجري في حمام مع معركة كانت مؤجلة دائما في إدلب هل تعتقد أنها باتت قريبة الآن صحيح أنا في تقديري نعم على الأغلب هناك سيحدث صحة الوسط سيحدث صحة الوسط النظام يريد السيطرة على ريف حمام الشمالي تحديدا يصل إلى مدينة مورك ومنها ربما ينطلق إلى خان شيخون جنوب إدلب إذا ما سيطر على هذه المنطقة يستطيع النظام تقبل نتيجة ضغط روسي سيطرة تركية على المناطق الشمالية لأنه هو تقريبا استطاع تأمين عمق استراتيجي لمناطق سيطرته في اللادقية وفي وسط محافظة حمام ويستطيع تحمل محافظة إدلب شمال محافظة إدلب إلى مرحلة لاحقة في تقديري أن الاتجاه يسير على هذا النحو معركة فعليا ستكون مشابهة للمعركة التي شاهدناها في المناطق التي حاول النظام أن ينظف منها المعارضة أما ربما هنا الراعي الروسي بتنصيق مع تركيا يمكن أن يخفف من وطأتها ويكون لها قيود وضوابط على الأغلب الاحتمال الثاني لا أعتقد أن هناك معركة عسكرية كبيرة الآن ما يحدث فقط قصف وقصف متبادل ليس ما ينتهي الاتفاق في 15 ديسمبر أعتقد سيتم التفاهم على صيغة أخرى ربما تتنازل تركيا وتقبل تركيا بسحب المعارضة من المناطق الجنوبية وتسليمها للنظام مقابل حصول على ضمانات من موسكو بأن المناطق الشمالية من ريف إدلب لا يمكن اقتراب منها وهي تعتبر ذات نفوس وذات مصلحة كبيرة لتركيا لا تتعلق فقط بمسألة الصراع بين النظام والمعارضة وإنما تتعلق بالمصالح القومية العليا وبالتالي روسيا تفهم هذه الوطالب وأعتقد أن الشمال المحافظة سيحسى وسيترق للنفوذ التركي شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي حسين عبد العزيز كنت معنا من إسطنبول نتابع بعد الفاصل موسكو تستضيف محادثات سلام تجمع ممثلين عن حركة طالبان والحكومة الأفغانية ترجمة نانسي قنقر